تبلعين العافية وتسكتين ما لكي حقية انك تناقشين فيها ولا تسئلين لا انتي ولا اي حيوان غيرك اوكي ايه لان اللي يدخل في خصوصيات وايد انسان شخص هذا مو بني آدم حيوان انا ما تدخلت في حيات فلان تزوج تطلق ما تدخلت شغل بني آدم اتكلم فيه حيوانة لا اوكي خلي يكون حشاري رح يتمسخر رح يتمسح في كرام تلقاع تقعد محترم وحطك على راسي تدقل مش قوي الشخصي الجدس شخصية اللي حتى قوي ما يقدر يسألني عنها احط صبي بعينك نسيق كيف ان يتعلم تقليل لانو لانو ارد انبه تقول تعبت من الظهر قاعدين عندي يعني والله الشرع عليهم اني قاعدين محاها اخباري طيبة بخير مرحبتين كبار هويت القراءة مصجك انت صاحي تسأل عن جامعة اي شيء اللي صار ليمكن فوق العشرين سنة صاحي والله العظيم صاحي انت نعم 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 ميوش حبيبتي مادري اذا عندك فكرة بالفنانة حيفا عادل اذا عندها اعمال درامية اولى في مشاريع واشياء معروضة عليها لكن لم يحين ما وافقت موافقة حقيقية على الارض الواقع على مسلسل تقوم على بطولة الفنانة الكبيرة حيفا عادل امن حين ما فيه شيء واضح بالافق سألتها اكثر من مرة وكان هذا جوابها تمام اخباري طيبة دكتورا نوف حياة الله ادير ثانكيو فحبايبي بليز لح حديدش عندي ويقعد يسألني حليما تطلقت حليما تزوجت انا ما ليش شغل بحد اعطوني فن اعطوني شغل اعطوني برنامج اعطوني لقاء وعليكم السلامة دكتورا نوف حبيبتي حياة الله اعطوني شغل لا تحاشوني عن خصوصية مرة تزوجت اتطلقت يعني هي تمام تمام الاشياء حلوة يا دكتورا نوف كلاشياء جميلة فما ليش شغل الله يسر على عبيده اذا هي متزوجة الله يتمام عليها واذا هي متطلقة الله يسهل لا انا ما ليش شغل حتى لو عندي معلومة حقيقية ما رح اقولها لان شيء خاص في مرة دامية ما طلعت تكلمت في شيء خاص فيها ما لنا شغل احنا انتحج زين بتكلم عن جسوم الزلم او جوجو الزلم زين بس اين يعني خلصت المواضيع بس الكم سؤال خلصت الكل المواضيع الحين ما عندنا غير هالموضوع ما بتحجي ابنية يعني ابنية ما تطوطة بمصيبة طلع عليها قرار النيابة انه عشرة ايام ايقافها بالحجز انزل حل هذا موضوع حلو الواحد يناقشه انسان في ازمة مكتوط بالسجن حل هذا هو الكلام يعني شنو بيفيدنا لما نتكلم فيها والله والله اختياركم مرات حق المواضيع شيء مؤسف للغاية تبينوه انه وايض ضحلين شنو نستفيد من انسان في ازمة طلع عليها حكم سجن عشرة ايام بس السؤال شوين وين الوا ناسه شنو اللي ممكن يناقشه ونستفيد الناس تستفيد منه الصوت ضعيف لانه النت مالك زفت النت مالك بو نص ريال حطلك نت نفس خلق الله بعده نفتح حلجك فوالله العظيم حرام عليكم يعني ترى اقولكم شيء حتى لو جوجوا الزلم سوت اشياء غلط نزيل فلنقول هذي ما عندها ام ما عندها اهل لما احنا نطلع انت حتى في ازمة حق بنتهم هل هذا حلو الله يصبر قلب امها لا امها موجودة امها موجودة امها موجودة فحرام الله سهل لعبيدة بابتدي تمام تمام صد 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 ابوها مباريج شون ابوها مباريج مباريج عراقي شون يعني جوجو اللي هي زينب بندر كويتية شون يعني مباريج عراقي شون لو بنتك هتكون كان مفرض اسمها زينب مبارك لانه هو اسمه مبارك بس استاذة مي هي تحتاج ادب حقها من الشرطة هي لسانة والله دكتورة نافق المشكلة اللبنية ما اخذتها الدنيا والله العظيم نصحتها وقتلها مرتين مو مرة واحدة اول مرة لما دكت علي على سالفة زوجة محمد الشعيبي قلت له انا ما ادخل انا ما ادخل هذا حجي اللي قلت له والله العظيم نتكتورة نافق الله شاهد علي قلت له انا ما ادخل بالريال ومرتع الريال ومرتع مهما تكلموا ما احد يعرف ما بينهم من الرب العالمين الواحد بيقول انه هو صاحب الحق احنا ما لنا حقية ندخل الثاني شي اذا هي قلت لها انا لبنية زوجة محمد الشعيبي تبين محامي بالنسبة لاجراءات الطلاق او الحضانة انا ادبر لش محامي ما تدفعين ولفلز بس قلت له لا كل لبنية ما تبتجي لكويت شليع يعني انا عندي بنت ابديرة ما اخذها ابوها وصال لي هالكثر كلها كل هالشور ما شفتها ما اروح ادور اشوفها الشون ما اجي اوكي ففي شي مطبيعي قلت له انتن ليش ايه مو تقول صاحبة الحق ليش ما تجي لكويت ثاني شي قلت له في قانون قلت له ثاني شي في قانون هي تبي تاخذ البنت وتقعد فيها بالبحرين ما يصير ما ينعطى الحضانة حتى لو تأخذ حكم الحضانة الام لازم تقعد في نفس البلد مالة زوجها حتقول والله انا مو كويتية انا بحرينية حيقول لها القاضي وليش تزوجتي سعودي لما تزوجتي واحد مو من بلدك تحارفه مو رح تقيمين في بلدك والزواج ناس ما في زواج في دخول في طلاق تابين في حالة الطلاق تمسكين بنت تقعدين فيها بالبحرين ليش ما تزوجتي بحريني هذا القانون ما في شي اسمه يعني انا المرة الوحيدة اللي حاجت فيها اه لا زوجة اه محمد الشعيبي لا ايت بتاخذها وتروح تقعد في البحرين وكل اسبوع تجيبها عشان محمد يشوفها ويعا ما في شي اسمه جذي ما في شي جذي يا جماعة فأمانة مو هينة يعني انا بس السؤال يعني انا بس سعرف ليش لم حماية الكويت انا قلت حق جوجو قلت له ترى على فكرة قلت لها قلت له ترى انت رح تنسجنين قلت انا حق جوجو قلت له رح تنسجنين طريق اللي انت ما شفذون رح رح تنسجنين كل واحد يسئل سؤال الشخصي بلقيا والله ما عرفها ما عندي علاقه مع الجيس، وم الزلم والله واحده طلعوا الدرقمي واحدهم ما كان رقمي رغل مدير اعمالي قمت بتردلي المسيش و قاتلي انا فلانا شوف سنابي هاد سنابي الناس قالوا لي خلي ميي لعدانه طالعت السناب كل اسب بس بعدين مرة اتكلمتني كلا انا ما انتوا تابوني امسك السناب واقول تركتها علتها ما سوي له انا انا مو ياهل انا في يوم من الايام كان في خلاف بيني وبين عائلة الشعيبي رفعت قضية القضاعة طانية حقي انتهى واليوم انا اعلنه ان انا فتحت صفحة يديدة مع محمد وبدر الشعيبي الله يسهل عليهم ويعوضهم خير على الخسارات اده خسروها بالايام اللي طافت الشيء لا يعوض قلت لها كلمة قلت لها ترى راح تنسجنين يا جوجو لا ما يجروا قلت لها بقلت شيء بكلمة ترى ثلاث تربع المساجين اللي نايمين في السجن المركزي ترى كان عندهم محامين انا قاعدة نصحت عشان وريتش ثاني مرة حاشيتها يوم ما ثاني يوم عزة حق ام بدر ومحمد الشعيبي قلت لها بنت الناس خلاص المرة راحت عنده الباري عز وجل قاعدت قاعدت جات حيني بشنو قلت لها بنت الناس خاف يا زينب يا حبيبتي يبقى ترى باشر تنحطيني بمصيبة لا تخلي لحد يتشمت فيك النسبة انت ترى هذي ام حتى لو احنا مثلا مو عاجبتنا بس بالنسبة لعيالها شي مقدس من افتحوا عيونهم من افتحوا عيونهم الدنيا شافوا هذي المرة تشيل وتحط وتسوي وتحامي عليهم وتركض لهم وتصرف وتحط كانت ام واب في نفس الوقت ما كانت تطيع والله ما كانت تطيع الله يصلح الحال والله ما اعرف ما اسألت المرة توفت رحت عند الباري عز وجل لا نقعد نناقش والله هي اش سوت لا هيا هذي تشير المعدد كلام ما اخوذ خيري عندكم كلمة طيبة ادعوا للميت ادعوا للميت واحنا واد يعني مهتمين في ايه فقدت الامر الام صعبة قاله موتت الابو يتم وموتت الام ضيعة فرحنا لدانة طويرش على الخطوبة الله يسهل عليها ويسعدها يا رب بالعكس والله وايد فرحانة لها دانة الله يسهل عليها ويسعدها والفعل لكم يا بنات ويا شباب الله يكتب لكم ان شاء الله خير كل واحد ان شاء الله الله يرزقه الريال الله يرزقه بالمر الصالحة وذو الريال الصالحة وكثالك يا مرة واللي تزوجت ولا من حماياها عيال الله ان شاء الله يعطيها اللي تتمنى من هو خطب ده أنا واحد من أهل الديرة بس